كل العالم اليوم مهتم وبخطوات فاعلة وحقيقية وسريعة لمواجهة هذا الوباء المميت والمخيف لفايروس كورونا لأنها حكومات تحترم شعوبها وجاءت لكي تقدم خدمات حقيقية للشعوب ولكن ما يجري في العراق يثير استغراب القاصي والداني الخطوات على الأرض لا ترتقي أن تكون خطوات حقيقية لمواجهة أزمة خانقة موت حقيقي يتعرض له الشعب واليوم القضية التي تشبه النكتة أو تشبه الحدوتة وما أنا ما عندي توصيف حقيقي لها عندما يقول السيد رئيس الوزراء أنه لا يمكن أن يوقع على فلوس إلى وزارة الصحة لأنها حكومة تصريف أعمال يعني بس من يجت يوم هاي الناس الفقرة هاي الناس الكاتلها الضيم من 2003 موتوا وقتلوا وتهجيروا وجوع صارت حكومة تصريف أعمال ليش من يتوقع على العقود وليش من مشهة اتفاقيات بيها منافع ما صارت حكومة تصريف أعمال اش معنى من يجت على الناس الفقرة صارت حكومة تصريف أعمال ريد واحد ابن أبو يقول هذه قوانين تسبح بهذا هل فعلاً أن حكومة المستقيلة وحكومة تصريف أعمال تقف عاجزة على أن تصرف مبالغ إلى وزارة الصحة حتى تواجه هذا الموت وتواجه هذا الغول المخيف ما معقول ماكوهيش منطق ما ساير بالعالم اللي عرفناه واللي قريناه واللي سمعناه واللي شفناه من العالم أنه في وقت الأزمات تعلق الدساتير لكن احنا شعب مكتوب عليه الكمامة والتكميم قبل كورونا حكومتنا لبستنا كمامات لأنه طلعنا ردنا حشاية حق وردنا وطن ولبستنا الكمامة قبل ما يلبسها العالم لأنه نواجه الغازات المسيلة للدموع عندما أقدمت حكومة بجريمة إبادة جماعية وجريمة منظمة وقتلة سبعمائة واحد وجرح أكثر من ثلاثين ألف وصرنا لو كمامة لو تكميم إذا تحكي حشاية الحق عليك خيارا أما تروح الرحمة الله لو تشيل جنودتك وتدور لك على وطن بديل شنو اللي داي يصير بهذا البلد الآن الجيل اللي موجود ما يقدر يعيش ما يقدر يعيش لأنه الدولة مفلسة الدولة ما بيها فلوس والجيل اللي راح يجي أيضا ما راح يعيش لأن الولد مطلوبين مئة وسبعة وثلاثين مليار دولار هل يعقل وزارة الصحة وزير الصحة يطلع أمام الدنيا كلها ويقول ما عند فلوس ويطلع الصحة البرلمانية لجنة الصحة النيابية تقول العراق بحاجة إلى دفعة طوارئ عاجلة مئة مليون دولار تصور العراق ما يقدر يوفر مئة مليون دينار حتى يخلي الوادم تستقر أو خلف الله على الخيرين اليوم أي دقدقون بوب من المصارف ومن الشخصيات الوطنية اللي ألا مطيها جمعوا عشر مليون دولار أو ودوها الوزير الصحة معقولة انقضي كل عمرنا في ظل هذه الطبقة السياسية انجد للشعب لا عد خبزة لا عد عمل لا عد حياة ولا عد رئيس ما معقول ما معقول هذا اللي دا يصير بالبلد هذه جريمة منظمة شم واحد بالطبقة السياسية الدرجات الخاصة راتبهم بالشهر 43 مليار دينار يعني الموازنة التشغيلية لألف مسؤول ياخذون 70% من موازنة العراق واحنا 40 مليون نعيش ب30% وال30% هم يجون الولد ويبوقوها لما اقول هذه صناعة لظلم وابادة جماعية للشعب انا اتحدث بالارقام الرسمية للحكومة انا لست متجنية على احد وليست ضد احد انا اناقش الفكرة معقول هذا اللي يصير ما معقول اللي يصير وبعديا تصريحات واخبار تقول ان العالم الان بدأ يصدق علينا فلوس ولايات المتحدة الامريكية خصصت 37 مليون دينار للعراق حتى يوجه ازبة كورونا دولار عفوا 37 مليون دولار لمواجهة هذه الازبة هسا العالم يشفق علينا يقولون للسيد وزير الخارجية خاطب الخارجية الامريكية حتى يدزوننا ذني لانه احنا يبدو في ظل هاي الحكومة تحل علينا الصدقة المعالي يقول انا استححاتيهم بعد الضربة زين لا تقدرون الدين للداخل لا تقدر الدين الخارج لا عندك سياسة معروفة لا عندك ضبط على السلاح خارج بطاقة الدولة ولا عندك تقدر تصرف وهذه الحجد ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا